الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أماء يا عزة فهذا الفرد الجديد الذي يتعلق بالقسم طبعا الخامس ابتدائي الفرد الأول من الدورة الثانية الآن عدنا مكوين الجغرافية نعم خدوا قلم وطبعا ورقاموا الزوجة حاولوا أن تجيبوا على الأسئلة بعدها قارنوا بين إجاباتكم والإجابات التي سأمنتكم بها. الثمين الأول أضع علامات تحت الجواب الصحيح نعم طول الساحل المتوسطي هوش 500 كم أم 400 كم أم 300 كم أقول الساحل المتوسطي فقط وليس طول الساحل المغربية كاملة طول الساحل هوش 500 أم 400 أم 300 وطول الساحل طبعا المغرب هوش هي 5300 كم ولا 3500 كم ولا 4500 كم طول الساحل الساحل على العق هذا طبعا بالنسبة للتمرين الأول الثمرين الثاني يقول هنا أحدد أنواع الأنشطة التي تمارسها في الموانع المغربية ما هي أنواع الأنشطة؟ تحدد ناشية ربعات الأنشطة من مراها عدنا الثمرين الثالث يقول طبعا هنا أملأ الجدول بما يلي هناك موانئ على الساحل المتوسطة وهناك موانئ على الساحل الأطلنطي نضعها في هذه الخانة نعم هذا بالنسبة للثمرين الثالث نمر إلى التمرين الموالي طبعا اللي هو تقول لنا ثمين رابع تقول لنا هنا أصل بخط بين كل عبارة والإجابة التي تناسبها نعم إذن هنا عدنا الكتافة السكانية مرتفعة وهنا الكتافة السكانية منخفضة هنا تداريس منبسطة وسهول خصبة مناخ صحراوي جاف سفوح شديدة للإنحدار مناخ معتادل جبال عالية إذن طبعا هذه الثمانين الرابع الآن طبعا سنمر إلى المرحلة الموالية وهي طبعا مرحلة التصحيح نعم مرحلة التصحيح إذن هنا عدنا أضع العالمات تحت الجواب الصحيح طول الساحل المتوسطي هو 500 و 500 وكينا بطبعا بعد الكتب 512 بالضبط 512 مشي 400 مشي 300 ثم طول السواحل المغرب هو واش 5500 أو 1500 هي الشجوع صحيح 1500 هي الجواب صحيح الكتابة السكانية لا؟ متاكلة هي كتابة السكان pag financial على المساحة จะжبك بمجموعة السكان أم المساحة في مجموعة السكان هذه الحالة مجموعة السكان على المساحة نعم الآن سنمر إلى التمرين الثاني أحدد أنواع الأنشطة التي تمارسوا في الموانئ إذن المغربية إذن كنا نشاطي التجارة ثم كنا الصيد البحري هذه معروفة الصيد البحري وعدنا الصيد البحري في أعلى البحار وعدنا نشاطي النقل المسافرين نقل المسافرين نعم نقل المسافرين ثم عدنا نطلب للترفيه نعم الثاني للترفيه بالنسبة للتمرين الثالث أضع أمن أجده المناسب الموانئ عدنا أقادير حسيمة والجرف الأصفر والناظر والعيون والتنجم التوسط إذن الموانئ على الساحل المتوسطة مشوشيبوه أقادير أقادير فهي على الساحل أطلنطي أقادير أقادير ثم الحسيمة الحسيمة في ساحل متوسطي الحسيمة نعم هنا الحسيمة الجرف الأصفر في ساحل أطلنطي الجرف هو الأصفر نعم الجرف الأصفر الناظر فهذا متوسطي الناظر العيون فهو طبعا أطلنطي طنجة المتوسط طنجة فهو طنجة نعم طنجة المتوسط فهو في الساحل المتوسطي طنجة المتوسط نمر إلى التمرين الموالي والذي هو التمرين المهم بزيف خصنا نعرفه بيها نعرفه إن شاء الله إذن التمرين الثابع فطبعا كتافة سكانية قلناها مرتفعة كتافة سكانية طبعا منخفضة هنا تدارس منبسطة وسهول خصبة إذن خصنا نعرفه ما هي الأسماء تجعل الكتافة واش مرتفعة ومنخفضة منخ سحراوي جاف صفوع شديدة للإنحدال منخ معتادل ثم الجبال آلية هذه هي الأسباب الظروف التي تجعله واش كل كتافة سكانية مرتفعة من كتافة سكانية منخفضة إذا سنحاول نجابه للتمرين وفي المتوسط سنحاول نحفظها نعرفه إذن تدارس منبسطة وسهول خصبة هذه كتافة مرتفعة كتافة مرتفعة منخ سحراوي جاف طبعا منخ سحراوي جاف إذن قلة المياه فهذا كتافة منخفضة ثم عندنا سوفوح شديدة للإنحدال طبعا هنا السكن يكون قلال إذن كتافة منخفضة ثم عندنا منخ معتادل مادم أننا منخ معتادل فهذا يتميز فاشتبه أمطار غزيرة هذا هتكون كتافة مرتفعة لأنه وجود الأمطار ثم عندنا هنا جبال آلية فالجبال آلية هتكون كتافة سكانية منخفضة أصلا ما كيش تال الأراضي لبناء السكان وطبعا الاستغلاد لالأراضي إذن هذا طبعا بالنسبة للثمين الرابع وخصنا حاول حفظوا هدوما حفظوا أن الكتافة السكنية مرتفعة أسلب دياله هو تدارس من بسيطة سوى منخفضة كذلك مناخ معتادل يساهم بشكل كتافة مرتفعة كتافة السكنية منخفضة السبب هو مناخ سحراوي جاف أو لا سوفوح شديد الحدار أو طبعا وجود جبال عالية طبعا لا تسمحوا بأن تكون الكتافة سكانية مرتفعة أتمنى تكونوا فهمتوا هذا طبعا هذا موعدنا إن شاء الله مع الفرد الموالي ديال التربية المدنية